السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرانج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصق للقدرات المهنية والفنية وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيري النقل وقطاع الأعمال والمسؤولين المعنيين وجه رئيس السيسي بمواصلة العمل المكتف لتطوير شبكة الموانئ والطرق الرئيسية وربطها بالطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة والمتعددة وتحسين اتصالها بالمدن والمناطق الصناعية واللوجستية وصرح متحدث الرئاسة بأن رئيس السيسي اطلع خلال اجتماعه على خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية وعلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات منها جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع فضلا عن مستجدات المشروعات التابعة له في منظومة صناعة الحديد والصوب كما اطلع رئيس السيسي على تطورات تنفيذ عدد من مشروعات وزارة النقلة خاصة ما يتعلق بإنشاء وتطوير الموانئ البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية لسيما ممر العريش طابة اللوجستية الذي يصل بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر ويربط مناطق الانتاج بالموانئ البحرية مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وذلك في إطار الخطة المتكاملة للدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر ترجمة نانسي قنقر